العد التنازلي لتشريعيات 2017 بدأ وشرع قادة الأحزاب السياسية في تحريك أقدم مناظليها على مضمار السباق بحركة تصاعدية سنفونية الغزل شرعت في عزفها قيادات أحزاب السلطة على مسامع الشعب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بعث بقياديه في المكتب السياسي باتجاهي الشرق والغرب حركة شملت ولايات وهران ميل والبويرة في لقاءات مع المناظرين تشبه في شكلها التوصيات التي تمنح للمتسابقين قبل إجراء الإحماءات يقابلها في عالم السياسة حصد الأصوات يتطلب الانتشار الجيد الغريم أحمد أويحيا تكفل بنفسه مهمة حجد مناظري حزبه ففتت جهده بين خمس ولايات في يومين كانت عنابة، طارف، سكيكدا، غالما وبيجايا عنوين لمحطات زعيم الأرندي في جولة استطلاعية لأركان حزبه في الجانب الآخر شرعت أحزاب المعارضة في محاولة التمركز تدريجيا داخل زوايا الساحة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقر ارتحل إلى ولاية سعيدة وخاطب أهلها في خطوة تترجم نوايا الحزب في خوض سباق الانتخابات أما حركة الإصلاح فاختارت دخول الأجواء الانتخابية من بوابة الصحراء الجلفة في حين التقت رئيسة حزب العدل والبيان نعيم صالح بقواعدها في ولاية المسيلة قيل هنا إنه موسم تنتشر فيه قيادات الأحزاب السياسية في ولاية الوطن ربما بحثا عن سكوك غفران من الشعب وبحثا عن الأصوات التي تمنح لها البقاء تحت قبة البرلمان تتويجا لا خسارة